مع استمرار الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان جددت الحكومة العراقية دعوتها إلى المجتمع الدولي لإدانة العدوان الصهيوني والعمل على وقف المجازر اليومية التي ترتكب وسط صنط دولي واضح دور العراقي مر بمراحل المرحلة الأولى في بداية الأزمة حذر من توسع الحرب وشمول العراق في الفوضة التي تعمل في المنطقة وسيكون جزء من هذه الفوضة الأمر الثاني طلب من الجامعة الدول العربية ومن التضامن الإسلامي ومن كل القوى الفاعلة في الساحة بلجم إسرائيل من توسع في عدوانها في غزة والأمر الثالث الذي قام به هو على أقل تخفيف من معاناة الشعب الفلسطين والشعب اللبناني من خلال المساعدات القيمة والكبيرة التي كانت تصل إلى غزة وإلى أيضا إلى لبنان إلى جانب وضع حد لأفعال المحتل واستهتاره بالأرواح يسعى العراق عبر الجهد الدبلوماسي إلى منع اشتعال المنطقة وتوسع رقعة الحرب فيها لأنها ستهدد العالم بأسره المشهد اليوم العراقي يسعى بشكل جديد وحقيقي إلى أن لا تأخذ مديات الصراع إلى حرب شاملة لا سيام اليوم بعد الرد الإيراني بصواريخ فرط صوتية على الكيون السيوني وبالتأكيد هذا الأمر قد يعني الدخول في جبهة شاملة وبالتأكيد نتحدث عن حرب شاملة لا يحمل أقباها في منطقة الشرق الأوسط ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان عملت الحكومة العراقية على إيقاف الحرب وإغاثة المدنيين عبر حضورها للمؤتمرات الدولية ودعوة الدول العربية والإسلامية وباقي دول العالم إلى اجتماعات عجلة للوقوف بوجه جرائب الكيان الغاصب من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية